من تاجر عمره 52 سنة عملي بيتطلب أن يكون واقف بالساعات عندي سكر من 20 سنة وباخد 3 أدوية سكر بانتظام من 15 سنة ما غيرتهمش وسكر التراكومي بتاعه دلوقتي حاليا 9 و 1 من 10 طبعاً دي نسبة عالية جداً يا دكتور نادر وأدوية الضغط والكوليستيرول برضو بياخدها رجلي بتورم وابتدى يظهر فيه عروق زرقه يعمل ايه من المضعفات دي؟ هو طبعاً ده مريض سكر وطبيعة عمله تتطلب أن هو يقويب أواقف بالساعات ما فيش جلوس وما فيش راحة والسكر عنده من فترة كبيرة من 30 سنة بياخد 3 أدوية سكر بانتظام ومن 15 سنة ما تغيرش البروتوكول أو نظام الأدوية اللي بياخدها ليه؟ هل هو السكر بتاعه منتظم؟ الإجابة لا لأن السكر التراكومي 9 و 1 من 10 إذن هو ماشي على الثلاث حبوب أخدهم وخلاص هو ده السكر أنا بتعالج من السكر ما تغيره حيك تنوى يعني انتظام العلاج وليس انتظام السكر في الدنيا؟ بالضبط بالضبط هو السكر بياخد 3 أدوية أخدهم من سنة من سنتين من 3 من 4 من 5 أنا بتعالج من السكر وباخد الأدوية فيما وعدها لكن مفيش متابعة للسكر مفيش متابعة للسكر إحنا زي إحنا بنقول لا يكفي حتى متابعة السكر التراكومي لكن أنا يهمني متابعة السكر اليومي أشوف أنا حتى لو مش عايز أقيس السكر كل يوم أقيس اختلافات السكر خلال اليوم أشوفه أخباره إيه؟ الصايم أول مصحة من الصبح إيه؟ بعد الوجبة الرئيسية أخباره إيه؟ حتى يومين في الأسبوع بس عشان أعرف إيه أخبار السكر بتاعتي هنا السكر التراكومي 9 أو 1 من 10 دليل وأنه لا جدال أن السكر غير منضبط وابتدت تظهر في رجله هو بيقف كتير طبعا اللي بيعجل بوجود المشاكل بتاعة الدوالي بتاعة الرجلين هو مرض السكر طبعا هي طبيعة العمل حتى لو ما عندوش مرض سكر ممكن تظهر الدوالي لكن اللي بيعجل بيها ويعمل مضعفاتها ويعمل تورم ويعمل التهاب خلوي السكر فعدم انتظام السكر عامل مشاكل في الأوعية الدموية بتاعة الساقين لدرجة أن احنا زي ما شايفين في الصورة متطورة من حاجات خفيفة لغاية ما تطورت إلى أنها محتاجة تدخل جراحي ما ينفعش أن أسيب نفسي كده ويقول أعمل إيه بعض الناس بتقول أنا بالب الشراب وخلاص الشراب مفيد في بعض الحالات لكن في حالات علشان نمنع حدوث تجلطات في الأوعية الدموية أو في الأوريطة تاعت الساق ممكن تنتقل من خلال طيار الدم للقلب وللمخ وساعتها تبقى مشكلة كبيرة حصلت إما جلطة في القلب إما جلطة في المخ ودي جاي من الطرفين السفليين فأنا الحكاية دي لازم أخذها بجدية ضبط السكر الخطوة الأولى ضبط السكر اليومي وعلى أساسه بيتضبط السكر التراكمي دي الخطوة الأولى اللي تتاخد وبعد كده اتباع تعليم دكتور الأوعية الدموية إما إذا كانت في مرحلة أولى يبقى بلبس شراب ضاغط علشان نمنع تكون الجلطات في الساقين أو إذا كان الأمر أكتر من كده ويحتاج إلى التدخل الجراحي يبقى لازم التدخل الجراحي حفاظا على المريض من حدوث جلطات تمشي لغاية القلب وممكن تمشي لغاية المخ وتسبب مشاكل